برح مباراة قمة زي ما قلت لكم في كل شيء الروح اللي موجودة بين اللعيبة ولقطات كتيرة جداً شفناها يعني الكلام ده فين من زمان يعني الكلام ده احنا بنتكلم فيه من زمان قوي الحقيقة يعني وحشتنا الحالة الإنسانية دي وانا عارف دايماً انه بعيداً عن حدة المنافسة وسخونة المطشاط في أوقات كتيرة جداً يعني بالذات المطشاط اللي بيقى فيها يعني مستوى عالي من منافسة أوقات الناس بتخرج عن شعورها أو بتفقد عصابها وممكن يحصل حاجة كده حاجة كده لكن في نهاية مجرد ما بتنتهي المباراة انا عارف في التونل ده أو في النفق بتاع اللعيبة اللعيبة بينها وبن بعض كل مشاعر ود واحتوار وهم كانوا لسه موجودين قريب جداً مع بعض في منتخب مصر فما فيش داعي نصدر ما هو سيء ما فيش داعي نحن نصدر دايماً الصورة اللي تخلي فيه حالة من حالات العصبية أو التعصب بأشك من الأشكال عشرة على عشرة في كل شيء مبارح باستثناء الكرة الحقيقة يعني دايماً أنا مقتنع مليون في الماء أنه أهم مباراة في الموسم على مستوى المنافسات المحلية يعني دايماً بتكون أهلي والزمالك بصرف النظر عن ترتيبهم بصرف النظر عن حالة المنافسة على البطولة قريبين من بعض ولا فيه فريق منهم بعيدة عن الفريق تاني بس بشوفها بجد عيد للكرة المصرية وبتبقى بالنسبة لي فرصة مهمة جداً تقيم المباراة اللي فيها أعلى مستوى من المنافسة فيش منافسة في مصر مع كامل الاحترام والتقدير فيه مطشات مهمة فيه مطشات حلوة فيه مطشات بنستنيها بس ما فيش منافسة في مصر بنفس القيمة أو حجم المنافسة بين أهلي والزمالك ده نمرة واحد نمرة اتنين أكتر عدد من اللاعبين الدوليين اللي موجودين في أي فريق في مصر هتلاقيهم برضو في الأهلي والزمالك سواء دوليين مع منتخب مصري أو مع منتخبات بلده فبالتالي بقى بقى بستني جرعة كرة في المطش ده المواجهات الكلاسيكية اللي بتحصل في كل حتة في العالم الستي ليفر بول دلوقتي يونيتد ليفر بول قبل كده تشيلسي مش عارف مين بارسا ريال دورتموند بار ميونيخ ميلان انتر ميلان يوفي يعني مطشات اللي هي بتعطي سنها من سنة للسنة دي لكن الحقيقة الكرة اللي احنا شفناها نبارح بتقول ان الكرة في مصر بشكل عام ودي نقطة في منتهى الأهمية أرجو من الجمهور وخصوصا جمهور النادي الأهلي انه يحطاها دايما في الاعتبار الكرة في مصر الحقيقة مش بخير على الإطلاق الكرة في مصر بتعاني والجيل ده من اللعيبة الكلام اللي قلناه من سنة ومن سنتين فاتوا بنشوف النهاردة نتيجته على أرض الواقع عشان كده أنا بوجه كلامي الجمهور النادي الأهلي ممكن ما تبقاش راضي ممكن تشوف ان كتير من اللعيبة مش مطلعة أحسن عندها او في كتير من اللعيبة مستواها متأثر بشكل من الأشكال بس يعني مش عايز النقد ده يتحول لقصوة مش وقتها خالص مش وقتها خالص متفقين على حاجات كتيرة جدا ممكن تكون أمور سلبية متعلقة بالمستوى اللي بيقدمه النادي الأهلي وخصوصا مع تراجع النتائج يعني يمكن ودي نقطة محتاجين نقف معها أنا قاشها النهاردة مع كابتن محمود سامير هيكون ضيفي في الحلقة النهاردة فيه مطشط كتيرة قوي الأهلي عانى فيها من غيابات بالجملة أخيرهم مثلا أهمهم مثلا وأصعابهم مونتري المكسيكي في كاس العالم ورغم كده الأداء كان ولا أروع ورغم كده النتيجة كانت ولا أحسن يعني حدش كان متوقعا أن الأهلي يكسب مونتري المكسيكي ونص لعيبة النادي الأهلي مش موجودة في البطولة حدش كان متوقعا أنه مباراة أسترن كامباني يطلع الأهلي بالأداء وبالقوة وبالسكور الكبير ده ورغم كده ده حصل مهم جدا نسأل ليه مهم جدا نسأل ليه لأنه في بعض الأوقات في بعض الأوقات متى ما يحتاج تعرف يعني إيه هي أو إيه هو أهمية الدوافع اللي موجودة في كل المباراة وخدوا بالحضراتكم اللي ممكن يكون بعيد ممكن يكون أفضل بشكل كبير جدا من اللي كان قريب وده ظهر في المباراة مباراة بدون ذكر أي أسماء أنا مش هتطرق لأي أسماء لكن هنوقف لأن فيه كتير من الدروس المستفادة هو الأهم بالنسبة لي السؤال هو الشوط الثاني خرج كده ليه يعني مباراة كان الزمالك فيها رفع الرايا البيضاء على مدار 45 دقيقة تساعدت المباراة أو تساعدت الشوط الأول من المباراة بالكامل كنت الأخطر كنت الأسرع كنت الأقوى كنت الأكثر استحواز كنت الأكثر صناعة لفرص ليه ده ما تترجمش والسؤال الثاني مرتبط بسيناريو الشوط الثاني هل كابتن سامي أمصان فكر أنه يتراجع بالشكل ده ويدي الفرصة والمساحة للزمالك ولا الزمالك هو اللي أكبر الأهلي وأكبر لعبة الأهلي بدون تعليمات من كابتن سامي على التراجع بالشكل ده وده اللي ممكن يكون خلى المباراة كانت هتمشي في اتجاه تاني خالص ولا مستوى الناحية البدنية في نادي الأهلي قصة التسعين دقيقة قدمت خمسة واربعين دقيقة ولا أروع ما كانش فيه أي مبرر بالنسبة لي منطقي يعني يخلينا نرجع بهذا المستوى في الشوط الثاني على كل أحوالها نقف شوية قبل ما نروح لمباراة مطشاتنا كلها صعبة مطشات الأهلي اللي جاية كلها صعبة سواء مطش المحلة في الدوري والمحلة قدام الأهلي يعارفين بيبقى أرجنتي في مصر أو بيرامز في الكاس يوم الحد اللي جاي بس خلينا نبدأ الحلقة بأهم الأخبار والعنوان تفاصيل جلسة سامي أمصان وعبد الحفيظ مع العاجل أهلي بعد مباراة القمة والأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لمواجهة غزل المحلة ديانج وعبد المنعم يواصلان التأهيل والتحاد الكرة يترقب رد كيروش للعودة لتدريب المنتخب ترافزون التركي يتواصل الاتفاق مع السنفيلة لضم تريزيجي العين هو الحقيقة إنفوغراف ده ملهم جدا في نقطتين مهمين جدا النقطة الأولى هو سوق أمريكا اللاتينية وأغلب النجوم الكبار قوي اللي حضراتكم شفتوها ميليتاو في الريال أو فالكاو طبعا في بورتو بعد كده لموناكو الفرنسي أو غيرهم من الأسماء وأخيرهم طبعا داروا أنه صفقة الليفر الأخيرة صفقة الموسم بالنسبة لليفر بول الانتقل بمقابل مادي بلغ 85 مليون يورو اللي نادي بانفكا هنا بنتكلم على سوق تقريبا مش موجود وعلى فكرة أغلب اللعيبة والنجوم الكبار قوي اللي انتو شفتوهم دول الأرقام بتاعتهم مش عارف ده شيء مضحك ولا مبكي يعني بس قريبة بشكل كبير جدا من الأرقام اللي بقى نسمحها في سوق الانتقالات هنا للعبين محليين مش بكلم على لعبين مش لعبين يعني محترفين من الخارج بكلمكم على لعبين محليين وبالتالي تتكلم على لويس دياس طبعا صفقة نكحة جدا مع ليفر في الانتقالات الشتوية كلهم أرقام مش بقول طبعا انه ان احنا نجيب لعبين بالأرقام دي لانه ما اعتقدش انه قليات السوق عندنا ولا اقتصاديات كرة القدم كصناعة تسمح لنا بدا لكن اللي بقول ان في عين تقدر تختار الصفقة أو الموهبة لتعمل مكاسب فنية للأندية بتاعتها بالتأكيد اللعيبة دي كلهم كانوا أصحاب إنجازات مع فريق بورتو مثلا وبعد كده كان في مكسب مد كبير جدا حد يقول مثلا انه في جوهرة في النرويج اللي ملهاش أي تاريخ لا على مستوى الأندية ولا على مستوى المنتخبات زي إيرلينج هالند وهكذا يعني على كل أحوال خلينا نروح لأخبارنا النهاردة والبداية مع النادي الأهلي النهاردة كانت التمرين الصبح أطمنكم على الفريق اللعيبة اللي لعبة مطش مبارح يعني تمرينات خفيفة كده تقدر تقول عليها تمرينات إستشفائية قبل التمرين على طول كان فيه جلسة لكابتن سامي أمصان والكابتن سيد عبدالخفيز مع اللعيبة اتكلموا على فيها طبعا أنه بداية يعني كانت ايه هي أهم سلبيات وإيجابيات مطش الزمالك مبارح كان فيه إيجابيات وكان فيه سلبيات طبعا خلينا نبقى متفقين ونعترف بده المهم أكتر نحن نشتغل عشان نتفدى السلبيات دي ونقفل صفحة القمة تماما لأنه ما عندنا شوقت عندنا مطشاط نحن نلعب تقريبا كل يومين أو كل ثلاثة يام مباراة فبالتالي محتاجين نركز في اللي جاي ومهم جدا جدا أبطيقل يعني أنه اللعيبة الكبيرة في المرحلة دي محتاجة يكون لها دور كبير مع الفريق ومع الجهاز الفني نعتقد وليد سليمان عمر السلية محمد شناوي رامي ربيعة كل دول لهم دور مهم جدا مع الفريق الفترة اللي جاي احنا يعني احنا قريبين من الصدارة الصدارة مش بعيد رقميا وحسبيا صدارة في المتناول بشرط ان احنا نكسب الثلاث مطشاط المؤجلة ونبعد بالصدارة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافس لنا إذا ما بقى الحالة على ما هو عليه دي يدينا فرصة وقريحية في استعادة البطولة اللي بعتقد انه مفيش بديل عنها الموسم ده يعني جميع النادي الأهلي مش هتقبل بقى شكل وده أبسط تعويض ممكن يقدمه النادي الأهلي أو فريق نادي الأهلي لجماهير والعريضة في الموسم ده على عدم حسم لقب دوري الأبطال طيب خليني أقول لحضراتكم يمكن اللعيبة طبعا اللي لم لعبتش مبارح عمل التمرينة كاملة ميشيل يانكون نشتغل مع حراس المرمة الأربعة تمرينة قوية جدا زي ما حضراتكم شايفين شدناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وديانجو وعبد المنعم يعني مشاركوش في التمرينة لكن يعني كملوا البرنامج التأهيل بتاعهم طبعا وجيروا حوالين التراك في إطار البرنامج اللي حطوا يعني الجهاز الطبي للعايبين عشان يدخلوا إن شاء الله في سكواد الفريق لينا وقفة شوية مع موضوع كارلوس كيروش واحد من الموضوعات اللي شغلت الرأي العام كارلوس كيروش الحقيقة إحنا معرفنش هو ميشي ليه ومعرفنش بنحاول نرجعه ليه يعني أنا مش أقف مع مرحلة إيهاب جلال اللي ظلم الحقيقة بقصوة شديدة جدا وواحدة من العلامات اللي بتقول إنه مفيش لا رؤية ولا خطة عمل في اتحاد الكرة في مصر أنا مش فكرة لوطني ولا أجنبي الفكرة هنا بتكلم على منهج عمل إنك حطت رؤية طويلة المدى فيما يتعلق بالشغل مع منتخبات مصر في السنوات القادمة على أمل مثلا على أمل على أمل إنه يكون فيه هدف إنك إنت توصل مثلا لكاس العالم 2026 فكرة إنك إنت تجيب مدير فني مصري إنت عارف تماما ومدرك بتهليش إنه فيه حد في اتحاد الكرة في مصر يقدر يقول أو يصرح أو يكون عنده مجرد قناعة بإنه إهاب جلال جي خد فرصة كاملة فيش حد في مصر مقتنع بدأ وبالتالي محدش فاهم طب إنت مشيت كيروش ليه وجبت إهاب جلال ليه ومشيت إهاب جلال تاني ليه هل إهاب جلال يحسب على فطورة الـ 12 سنة اللي فاتت ما هو اللي وصل ليه منتخب مصر النهاردة هو نتيجة الـ 12 سنة اللي فاتت وإيه اللي عمله كيروش عشان يرجع مرة تاني يعني فيه فيه محاولات عنيفة جدا لمحاولة إحنا بنقنع بنحاول نقنع كارلوس كيروش إنه يرجع تاني يدرب منتخب مصر ومعتقدش إنه كارلوس كيروش وإذا كان يعني إذا كان ده الحل الأمثل من وجهة نظر القائمين على على التحاد الكرة في مصر ده الحل الأمثل للمنتخب إذا رجع إنه مش هيكون تحت رحمة وتحت مقصلة الإعلام والجماهير في مصر وبالتالي الفرصة اللي هو بيبحث عنها الفرصة الكاملة الفرصة اللي هو سيبوني يشتغل سنة وسنتين عشان أقدم لكم منتخب قوي ما أعتقدش إنها هتكون فرصة كاملة وبالمنزل هو قريب قوي قوي من تدريب منتخب العراق فيه أسماء مطروحة مرضو في اتحاد الكرة بعيدا عن كارلوس كيروش مبدلين فنيين أجانب وكأنه تم اختزال نفس الحقنة اللي بناخدها كل مرة تعالفين لما يحصل للمريض حالة قلم شديدة جدا فالدكتور يقوله بدل ما يعني لسه هنعالج ولسه هنشخص ولسه هنشوف إيه المشكلة ونكتب لها العلاج اللي ممكن ياخد سنين طويلة خد حقنة مسكن إحنا بناخد حقنة المسكن بكارلوس كيروش بس أعاز أقول الجماهي الكرة في مصر ما تنتظروش طول ما المنظومة من تحت وانا تكلمت بدا كتير ومش هقوله تاني ومش هعيده تاني كل طول ما منظومة الكرة في مصر ماشي بهذا الإطار يعني حد يكلمني على فكرة أو شغل اتحاد الكرة في مصر على تطوير أداء المدربين في السنوات الأخيرة إحنا ليه ما بنستثمرش في العنصر البشري عندنا في مصر ليه ما بنطلع عشان المدربين ما كانش فيها مدرب مصري ليه ليه ما بنستقدمش محاضرين دوليين ييجوا يتكلموا مع مدربين الشباب الصغيرين اللي طالعين مبشرين عندنا أسماء مش هقولكم مع الناس عندها خبرة كبيرة جدا انه ممكن يبقى ده صعب عليها لكن في النهاية عندك شباب صغير محتاج دعم محتاج خبرة محتاج انك انت تسق الموهبت اللي موجودة عنده ليه ما بتطلعوش برا ليه ما بتعملوش ورش عمل هنا ليه ما بيطلعش دورات طبعة الفيفا محتاج بيكلم على المدير الفني المصري وانه على الرغم انه اغلب انجازات الكرة المصرية على مستوى المنتخبات حققها مديرين فنيين مصريين شوقي غريب كسعالم مع بطولة افريقيا مع منتخب اوليمبي حسن شحاته ثلاث بطولات رقم قياسي في بطولة امم افريقيا الجوهري كسعالم تسعين بطولة امم افريقيا 98 بوركي نفسه يعني المدير الفني المصري عنده مساح وعندنا مواهب كتير جدا نفكر شوية نستثمر فيها نروح لساديو ماني نروح للاول لتركيا وتحديدا تراباسون التركي اللي بالفعل توصل الاتفاق مع للأسف شديد كنت اتمنى الحقيقة انه تريزيجي يرجع مرة تانية للدورة الانجليزية لكن هو الحقيقة نجح بشكل كبير وخصصا بعد الاصابة العنيفة اللي اثرت على المستوى نجح انه يرجع بشكل يعني واضح لجزء كبير او استعيد جزء كبير من المستوى في الدورة التركي مع اسطنبول باشاك شهير لكن يبدو انه النجاح ده مش هيخليه برضو لسه يعدي حدود الدورة التركي لانه حقيقة في مفاوضات نجحت بالفعل ما بين أستن فيلا ونادي تراباسون التركي عشان ينتقل محمود حسن تريزيجي لنادي تركي بداية من الموسم المقبل في مقابل مالي 3.5 مليون يورو كل التوفيق اللي محمود حسن تريزيجي واحد من اللاعبة اللي دايما عندها اصرار وعندها رغبة في اثبات الزات حتى رغم المطباط الصعبة والمشكلات اللي قابلته في مشواره على كل احوال مستمرين مع حضراتكم في السادسة بس هتسمحونا نروح لفاصل سريع ونتقابل تاني شك انه شعبية وجمهارية الليفر زادت والشعبية دي زادت وتطورت بشكل كبير جدا مش بس عشان محمد صلاح لكن كمان عشان ليفر بول بقى واحد من اقوى الفرق واكتر الفرق امتاعا بتلعب كرة قدم على مستوى العالم هيكون معنا واحد من نجوم ليفر بول وأسون فيلا كمان يمكن كليه تجربة اللعب مع أسون فيلا نجمنا فيه السادسة النهاردة هو النجم ستيفن ورنوك بشكرك طبعا على زهورك معنا وأهلا بك وسهلا في السادسة على شاشة الأهلي شكرا جزيلا شكرا على استضافتي بداية نعتقد أنه كان موسم قاسي جدا على كل عشاء ليفر يعني فكرة المنافسة على كل الألقاب والوصول للمحطة الأخيرة ثم فقدان لقب البريمير ليج قبل ربع ساعة من نهاية البطولة وفقدان لقب الشامبينز ليج أمام الريال مدريد في مباراة كتخارج التوقعات سيادة ليفر بول أعتقد كتصدمة كبيرة بالنسبة لجماهير ليفر نعم كانت تجربة قاسية على جماهير ليفر بول ولكن أعتقد أن جماهير ليفر بول كانوا فخورين جدا بفريقهم أعتقد أنه كان موسما طويلا كان موسما كبيرا كان لديك العديد من المباريات لتتعامل معها بشكل سريع وبشكل قوي أعتقد أن منشستر سيتي كان الفريق الأفضل بالنسبة للدور الإنجليزي فأنهى الموسم بطلا وأعتقد أن ريال مدريد كان لديه حارس مرمى كبير تيبو كورتوا هو الذي حسم الأمور لفريق ريال مدريد ولكن أعتقد أن ليفر بول كان الأفضل لو أتكلمنا على الموسم الجديد والاستعدادات الليفر والبداية هكلمك على الصفقة الأهم أو الكثير من الناس بتراهن عليها صفقة داروين نونازل مهاجم الأورجوياني المنضامن من بانفكة إزاي شايف أهمية الصفقة دي وخصوصا في زل أخبار بتقول أنه ماني اقترب من رحيل عن نيفر بول لصالح باير ميونيخ نعم إذا نظرت إلى وضع ساديو ماني مع النادي فإنه وضع حزين أعتقد أن ساديو ماني لاعب رائع وإذا أردت أن تستخدم لاعب كداروين نونازل وخصوصا أنه ذو طابع مختلف في الأداء عن ساديو ماني كليا أعتقد أن الأمر يختلف الآن داروين نونازل مهاجم قوي جدا ويبذل المزيد من الجهد في الملعب ولكن الأمر مختلف مع ليفر بول عن بنفيكا هو مهاجم قوي ولكن يجب أن تنظر الآن كان لديك ساديو ماني كان لديك لاعب رائع ويجب أن ننتظر ونرى ماذا سيصنع داروين نونازل من وجهة نظرك إيه أسباب رحيل ساديو ماني عن الفريق هل عدم وجود اتفاق أو رؤية مشتركة بين الإدارة أو بين النادي ولا رغبة ساديو ماني كما قيل في بعض الأخبار والتقارير أنه يرغب في تقاضي مبلغ 400 ألف سلين في الكراتب الأسبوعي أعتقد إذا نظرت إلى ساديو ماني وإذا نظرت إلى ما فعله مع النادي خصوصا في فترة محمد سلاح وأيضا بعد استقدام لويس دياز فأعتقد أنه رأى أنه ليس بالأفضل له أن يستمر مع ليفربول في ظل هذه المنافسة أعتقد أن الأمر أيضا كان له جانب مادي كما ذكرت وليفربول أيضا لم يوافق أن يدفع هذا المبلغ أسبوعيا كان الأمر صعبا أن توازن بين ساديو ماني وبين اللعبين الآخرين في ظل هذه الظروف المالية التي يمر بها النادي هل تعتبر أنه رحيل واحد من أهم أوراق الليفر عن صفوف الفريق زي ساديو ماني للبايرن يأكد أكتر على فكرة قدرة الليفر في الحفاظ على النجم المصري محمد صلاح واستمراره مع ليفربول ولا هتنطبق نفس القاعدة فكرة رفض الشروط المالية لمحمد صلاح للتجديد وبالتالي يكون صدمة مزدوجة برحيل ساديو ماني ومن بعده محمد صلاح سأكون متفاجئا لأكون صريحا سأكون متفاجئا إذا غادر محمد صلاح ليفربول أعتقد أن ليفربول يريد أن يدفع لكل العلين ولكن محمد صلاح الآن التركيز الأكبر على عقد محمد صلاح الآن إذا أراد أن يستمر مع ليفربول يجب أن يخفض قليلا من مطالبه أعتقد أن وجود ساديو ماني من عدم لا يمثل فارقا كبيرا كوجود محمد صلاح محمد صلاح النجمة الأكبر يجب على ليفربول أن يتفاوض معه بشكل جيد أعتقد أن محمد صلاح أكثر قيمة لليفربول عن ساديو ماني بداية وانت بتتكلم على صلاح طبعا ماني راحل عن الدوري الإنجليزي لكن استقدام السيتي لإرنج هالند واحد من أكتر المهاجمين المميزين على مستوى العالم نجح ليفربول في التعاقد مع داروين نونيز وجود نجوم بحجم هاري كين كريسيانو رونالدو وطبعا محمد صلاح هداف البريمير ليج في النسخة الأخيرة ونسخة الأخيرة عموما يعني بيقول أنه الموسم اللي جاي هيكون فيه منافسة قوية جدا على لقب الهداف من وجهة نظرك مين الأقرب وإزاي بتشوف المنافسة دي هذا الأمر يعتمد على مدى انسجام إيرلينج هالند مع الدول الإنجليزي منشستر سيتي نادي كبير ولكن طبيعة لعب منشستر سيتي تختلف كليا عما اعتاد عليه إيرلينج هالند أعتقد أننا يجب أن نعوّل على محمد صلاح أن يفوز بالحذاء الذاهري أعتقد أنه اعتاد على هذا الأمر أعتقد أنه اعتاد على إحراز العديد من أهداف الرائعة أعتقد أن الأمر لن يخرج من هؤلاء اللعبين الثلاثة إيرلينج هالند داروين نونيز ومحمد صلاح وأعتقد أن الأمر يعتمد على جودة الفريق ككل أعتقد أن المنافسة ستكون مميزة بين الثلاث بين الثلاث اللاعبين هل بتشوف أنه إحنا على عتب بداية مشروع جديد ليورجين كلوب في فريق ليفر بول فكرة تجديد الدماء فكرة التعاقدات التي تمت في الموسم الأخير شوفنا وجوه زي كانوتي زي طبعا تياجو على الكنتار لقدم موسم استثنائي الحقيقة مع ليورجين دياس كان واحد من الصفقات الملهمة جدا والأعتقد يعني دخل في الحالة اللي عملها فريق ليفر بول تحت قيادة يورجين كلوب بسرعة داروين نونيز السنادي مع رحيل طبعا ساديو ماني مع رحيل أوريجي هل بتشوف أننا في بداية مرحلة مشروع جديد مع يورجين كلوب نعم نعم أعتقد أن هذا أحد الأسباب التي دفعت يورجين كلوب للتعاقد مع داروين نونيز بالنسبة لي فرمينيو ساديو ماني محمد صلاح كانت ثلاثية كبيرة كانت حقبة رائعة لليفربول وأعتقد أن التغيير مطلوب وأعتقد أن إذا نظرنا إلى دياس وإلى نظرنا إلى نونيز مع فرمينيو محمد صلاح الأمر سيتغير يجب على اللاعبين أن يساعدوا في تطوير جودة الفريق إذا نظرنا إلى ما يفعله كلوب فإنه يطور من الفريق عاما بعد عام أعتقد أن إذا أردنا إذا نظرنا الآن إلى فريق ليفربول سنجد أن التطوير قادم لا محالة خصوصا أن داروين نونيز سيغير في وجه نظري من طريقة لعب الخط الأمامي العوامل التي افتقدها ليفربول الموسم لم يساعدته على تحقيق أي من الألقاب المهمة سواء البريمير أو البريمير أو البريمير أو يلعب هذا الموسم الطويل وخصوصا أيضا أن معظمهم لعبين دوليين أعتقد أن فريق ليفربول كان يعاني هذا الموسم ليفربول أدى موسما استثنائيا موسما مذهلا خصوصا إذا انظرت ما حققه محمد صراحة المصطوى الشخصي الأمر كان كبيرا بالنسبة لليفربول ولكن كان مرهقا على نفس المستوى أعتقد أن الفريق كان مركزا كان في أعلى درجات التركيز ولكن ولكن هذا يجعل من فريق ليفربول أكثر أكثر تركيزا وإصرارا على حسم المزيبن للبطولات ستيفن وارنك بيقول لكم أن الموسم كان طويل واللعيبة كان بتعني من الإجهاد معرفش أن الموسم عندنا مستمر الغاد بداية شهر تسعة نرجع للحوار مرة تانية مين الأعرب للقب دبست من وجهة نظرك السندي أو مين الأسماء التي ترشحها للمنافسة على لقب البالون دور أو جايزة دبست أعتقد أن من المحتمل أن يكون بنزيمة ولكن وهذا بالنظر إلى الأهداف الحاسمة التي حققها البطولات التي فاز بها هذه عوامل كبيرة لحسم الأمر لصالح بنزيمة بالنسبة أعتقد أن محمد صلاح بدأ موسما جيدا وأنهى الموسم بنفس الطريقة وأحرز العديد من الأهداف الحاسمة ومحمد صلاح كان ليستحق أن يفوز بهذه الجائزة هذا الموسم أستن فيلا مهم جدا وديكت واحدة من المحطات التي تدت فيها في مشوارك لعبة الفريق أستن فيلا تقييمك لتجربة تريزيجي اللعب المصري في أستن فيلا لكت في بدايتها مبشرة جدا ورأيك في رحيله عن النادي نعم هي مفاجأة بالطبع مفاجأة بالنسبة لي على المستوى الشخصي كان لعبا جيدا جدا يجيد التمرير والتزديد والجري بالكرة أعتقد أنها كانت أعتقد أن الأمر كان صعبا عليه للإستمرار في الدوري الإنجليزي وهذا الأمر كما قلت من قبل يعتمد على جودة اللاعب في المقام الأول نتمنى نتمنى أن تكون الفترة القادمة فيها تغيير لشخصياته أعتقد أن نأمل لتريزيجي أن يتحسن وأن يعود مرة أخرى لدوري الإنجليزي تفتكر من منهم لا أكون صادقا لم أركز مع العديد من اللاعبين المصريين لكن أعتقد أني أتذكر أحمد المحمدي هو لعب جيد لعبته أمامه لكن لم ألعب أمام العديد من اللاعبين المصريين إلا سام مورسي حينما كنت في ويجن لعبته بجواري لديه فرص كبيرة لينضم للفريق المصري المنتخب المصري ستيفن مورنوك أشكرك شكرا جزيلا كل التوفيق للليفر في بداية الموسم واللي عايز أقوله أنه طبعا الليفر بقى لي قاعدة شعبية وجمهرية كبيرة جدا في مصر خلينا نروح لخبر الحقيقة نهاردة مرتبط برئيس الاتحاد الكاميروني الكورت القدم واحد من أهم الأسماء اللي جات في تاريخ الكورة الأفريقية واحد من أهم بالتأكيد أسماء في الكورة الكاميرونية سامويلو إدئتو اللي صدر ضده حكم بالفعل في إسبانيا الحكم ده صدر نتيجة اتهامه بالتهرب الضريبة في الفترة من 2006 أعتقد ل2008 وصدر عليه حكم بالإدانة بالحبس لمدة 22 شهر نتكلم طبعا على واحد من أهم أسماء اللي احترفت في إيطاليا وفي إسبانيا ولعب الكبار لأنديها الأوروبية اللي أعتقد أنه مش هيهوب ناحية أسبانيا مرة تانية فاصل ونرجع نتكلم على ماتش القيمة مبارح والأهم منه ماتش غز المحلة وبالراحة شوية على لعيبت مهم جدا الحقيقة فكرة الاعتماد على على أبناء النادي دي وعلى أنه قطاعات الناشئين وخصوصا أنه في بلد زي مصر فيها 100 مليون أنا متأكد أنه في منهم 10 مليون مثلا بيدورها على الفرصة فمش بس في كورة القدم في مختلف المجالات بالتالي الاهتمام بقواعد الناشئين في كورة القدم أصبح أمر حتمي صحيح ممكن تبقى محتاج لعيبين محترفين محتاج لعيبة عندها خبرة لكن الحقيقة توجه الأهلي مش بس فكرة الاعتماد على قطاع الناشئين لكن كمان فكرة نديهم الفرصة للاحتكاك والتجربة برا مصر وجوه ومصر ياخدوا من الخبرة وياخدوا من المساحة في الممارسة حس أنه يرجع لعب مكتمل الخبرة والتجربة أعتقد دي شفناها بشكل واضح والتوارد بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة نيجي بقى الماتش مبارح مباراة القمة لزي ما قلت في بداية الحلقة كانت قمة في كل شيء باستثناء كورة القدم كنا مستنين منها كورة أحلى من كده كنا مستنين من فرقتنا تخلص في البدري بدري بس يعني زي ما بيقولوا يعني قدر الله ومشاء فعل أهم من إحنا ناخد دروس المستفادة خلي نسمع رأي كابتن محمود سامير درفنا ونجمينا النهاردة في السادسة بس أخير كابتن محمود سامير نور مش عارف أقول لك إيه هارد لك ولا أقول لك ما تزعلتش ولا أقول لك يعني لا أقول طبعا بتشرف أن أنا أكون متواجد في قناة الأهلي ندينا الكبير وبتشرف لما أكون متواجد مع حضرتك شرف لنا لا ولا هارد لك ولا حاجة لكن أنت عارف طموح جمهور النادي الأهلي كبير قوي فالناس كابتطمع خد بالك خد بالك أنه طبعا أنا فهم كويسا أنه جمهور النادي الأهلي بالذات موطشات الزمالك عايز يكسبها طبعا بس هو اللمزاق يعني اللمزاق شوية أحساس بعدم الرضا يعني يعني الناس مش مبسوطة أنه سيناريو المباراة بيقول أنك أنت كان ممكن تعمل جيم كبير عارف زي ما كنا باللوم على مسر مسلماني كماتش الدول الأول انتك سبت خمسة خمسة تلاتة ريكونت المباراة تاريخية ما تتسيش ورغم كده نسرة مش مبسوط بسبب الجولين اللي دخلت عزناك بسبب الجولين اللي دخلت عزناك وسبب أنك أنت كممكن تزود الخمسة تعمل سكور كبير هيا دي من ثلاثة جمهور الأهلي فإن تخش المطش تبقى يعني بلغة الكور راكب المطش خمسة واربعين دقيقة وحسس أن المباراة خلصانع بشياكة زي ما بيقوله وتتقلب ويحصل السيناريو ده شوط التانية هو ده شوية منزل حتة زيادة أكيد طبعا ما فيش شك جمهور الأهلي كان بيطمح أن المباراة مباراة تخلص لمكسب النادي الأهلي وأنا واحد من الناس كنت بتفرج شايف النادي الأهلي يعني قدم أول 27 دقيقة بشكل كويس جدا كاستحواز كضغط كنتشهر كتمركز كل حاجة فكونا أنت ما تستغلش ما تستغلش أول 27 دقيقة في مباراة كمه زي دي وبعد الهدف الأولين ما تدس والجيب التاني والتالي بتبقى النتيجة عكسية وده اللي حصل في الشوط التاني فأنا كان نفس أن اللعيبة تدوس أكتر من كده في 27 دقيقة الأولين أنك بعد الهدف الأول وكل جمهور الأهلي وعلى ما أعتقد برضو جمهور الزمالك كان متوقع أن بعد الهدف الأول اللي جي أن النادي الأهلي زي السيناريو بتاع الدور الأول فعلى 5-3 ودايما بنشوف الفرق الكبيرة سواء الستي أو ليفربول أو ريال مدريد لما بيجيب جول بتلاقيه بيدوس وبيجيب التاني والتالت والرابع ما بفرش معه تلاقي المشاط كبيرة بتخلص بسكور كبير فالهدف الأول طبعا محمد شريف طبعا هدف هدف صعب على فكرة صعب جدا والطبيع توقع الأول يحسب لشريف لا لأ انت الحركة لو خدت بالك ممكن لعيب يلعبها عمياني والطبيعي هتقلش هتطلع فهو كان فيه لقطة انه هو لمح عواد بطرف عينيه فده اللي خلاها راحت كده وكانت حق بس جزء كبير من الهدف ده هو قدرتك يعني تتوقع الغلطة من عبدالغاني طبعا يعني عشان كده انت سبقت وخدت الخطوة وعرفت هو يلعبها ورحت وفنشت دي من مميزات طبعا روس الحربة هذا هدف الزمالك الاول طبعا يعني فيها فيها اخطاء كتير او بالجملة بصراحة اكيد وطبعا وطبعا طبيعي ان يبقى فيه اخطاء والهدف لازم يبقى نتيجة خطأ اكيد طبعا ما فيش هدف بيجي الا ما يكون لازم يكون فيه خطأ من التمركز من عدم الاهتمام بالخصم دايما بشوف اللعيبة يعنيها على الكورة اكتر من يعنيها على الخصم فطبعا جي فينا جولين يعني كان كلها اخطاء وده وارد في الكورة بس ده اللي خلينا رجع وقول ان احنا لو كنا دوسنا في اول 27 ديئة بعد الهدف الاول كان النتيجة تبقى غير كده خالص ده هدف التاني صلاح محسن طبعا تمركز كويس جدا من صلاح محسن وتوقع والتغيرتين دول فوقوا الفرقة فوقوا الفرقة طاهر وصلاح محسن يعني فرقوا في الشكل نادي الاهل في اخر عشر ده ربع ساعة الشكل اتغير كان طبعا نفسنا نشوف مباراة حتى فنيا زي ما حرك قلت في الاول مباراة يعني انا بشوف ان اقل من المتوسط لان انت على فترات المباراة كانت على فترات لو جيت حسبتها تلاقي اول 27 ديئة لنادي الاهلي بعد كده ممكن يكون استحواز لنادي الزمالك بدون فعالية لحد ما جاب الجولين بعد كده اخر عشر ديئة في المباراة للاهلي عندي احساس انه لعبت الاهلي مناكة مستنزفة يعني الاهلي طول عمره في الحتة في الناحية البدنية دي مدرسة بدني بيعمل بيصنع الفرق بشكل كبير جدا مع الاهلي طول عمره الحقيق لكن الفترة الاخيرة دي انا مقدر تماما جدا فكرة تلاحهم المواسم الكمل كبير جدا طبعا لعبت الاهلي دايما بتلعب مطشوط ازيد من كل لعبت الفرق التاني على مدار الموسم بحكم مشاركتها في بطولات كتير بحكم مشاركتها ووصولها لأدوار النهائية على أقل في بطولات أفريقيا فبالتالي بحكم ان هم يمكن أكبر نادي بيدي منتخبات في مصر وبرى مصر فبالتالي العبت بقالها تلات سنين ما خلتش ان انا نفسها بس في النهاية ازاي تتعامل مع ده وانت عندك موسم ممتد يعني طويل ومزدحم يعني همس بس لسه كتير انت لسه كتير وكله أربعة انت خلصت القمة بطولتين كاس داخل محلة في الدوري ومن بعدها بيرامد الكاس وعندك الكاس الجديد اللي ها يا دوبك بتبتدي لسه المشور طبعا اللي يكون فعون للعيبة لكن انا اقولك بصراحة يعني انا الاول مرة اشوف النادي الاهلي في الشوت التاني بدنان يبقى كده يعني دي دي علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي يعني عمري ما شوفت نادي الاهلي بدنيا في الشوت التاني انه هو يبقى بالشكل ده ايه اللي ناتج عن كده طبعا دي حاجات اكيد الجهاز الفني قادرة بيها لكن يعني مع احترامل اللعيبة كلها كلها لعيبة نجوم كبار ولو هم مش لعيبة كويسة نجوم كبار ما كانوش لعبوا في نادي الاهلي لكن في لعيبة عندها افضل من كده بكتير جدا يعني من الحاجات اللي بسطتني شوفناه في أول 27 ديازة مولتنا ففي لعيبة بحيس ان الدوافع عندها قلت في لعيبة لا احنا عارفين نهم افضل من كده بكتير جدا وكانوا يصنعوا الفارق في مبارات مبارح فأكيد طبعا بشوف ان الجهاز الفني لازم يباليه وقفة مع بعض لعيبة لان مش داشتاك لنادي الاهلي اللي بحي متعودين عليه وفي وقت من الاوقات برضو الدوافع دي مش بتبقى بس من اللعيب يعني الدوافع دي بتتخلق من حاجات كتير انا بتهيق لي انه الدوافع دي جزء من مسؤولية الجهاز الفني جزء من مسؤولية لعيبة الفري الكبيرة وانا كنت بتكلم نهارده انه الفترة اللي جاية يحتاجين دور اكتر للعيبة اللي عندها الخبرة العيبة الكبيرة العيبة اللي دايما تقدر تقول انه وقت يعني وقت المشاكل والازمات والصعوبات مثل ايهم حضرين شناوي ربيعة سلية وليد الموقف اللي احنا فيه دلوقتي تمام اكيد طبعا كانوا حرك صح بس احنا روجينا بصنا مثلا ناحية الاجهاد لا فيه العيبة فعلا بيان عليها انها مجهدة يعني مثلا نشوف عمر السلية وحمد فتحي طبعا كان الله في العون منتخب وصفر ويرجوح وييجي ومتشى صابة وراجع صابة وترجع صابة فبين عليهم فعلا الاجهاد لكن هتلاقي فيه بعض العيبة لأ هي مش مجهدة لكن فيه علامة استفهام لازم يطور من نفسه اكتر يعني خلينا نكون صرحة انا من الحاجات اللي عليها علامة استفهام بالنسبالي طبعا مصر كلها كجمهور اهلي وزمالك او اي واحد لو قابلت هتقوله مين افضل موهبة موجودة في مصر وقتها يقولك احمد عبدالقادر تمام كلنا متفكين على كده لكن كون ان انا في المنشطات الكبيرة المفهود ان انا بقى محتاجك فيها ما تبقاش موفق يعني انا هقول ما تبقاش موفق فيها اي ليه علامة استفهام يعني مبارات الوداد ومبارات الزمالك دي متشاط كبيرة جدا اللعيب الكبير والعيب الموهوب لازم لان دي المتشاط اللي بتصنع النجوم فلازم هلاقيك فيها ماينفعش ان انا هلاقيك فيها مش موفق بالشكل ده او ان انت مثلا ممكن تكون تركيزك قال فيه العيب لما بتشوف بعض الجمهور ممكن يبقى فيها عندها رهبة احنا شوفنا مبارح وكلنا سمعين صوت الجمهور من اول ديئة الاخر ديئة في الملعب حاجة بصراحة يعني ما شاء الله وكانت تحسب للجمهور انا قلت نجمل مطس مبارح جماهير اللي حضرت طبعا جماهير اللي حضرت والاحترام والشكل اللي شوفناه بعد المبارمة بين اللعيبة حتى وعضاء الجهاز الفني حاجة بصراحة مشرفة جدا ونتمنى انها تفضل كده على مدار السنين اللي جاية فنفس اللعيبة طالما الجمهور شاف ان انت من عندك من اللعيبة اللي عندها مواهب كبيرة جدا يبقى لازم عندك استمرارية لازم الاقيك في المتشطة الكبيرة اللي انا بحتاجك فيها كلام ده لحمد عبدالقادر ولعيبة تانية كتير عندها مواهب بس ممكن ساعة ما تلقاش في مرات كبيرة اللي افتقدوا الاهلي او اللي حسيت الاهلي اللامسة الاخيرة ده في التسعين ديها كلها انا بتهالي لو اللامسة الاخيرة مبارح ممكن تبقى توفيق ممكن تبقى توتر عند العيبة ممكن ما عايفش ممكن تكون ايه اسبابها ايه لكن اللامسة الاخيرة اعتقد انه لو الاهلي استغلها في الشوط الاولاني والشوط التاني انا رحنا في اكتر من كرة وعواد مبارح الحقيقة يقدم مباراة كويس جدا لو كان فيه التوفيق ده او كان فيه التركيز بشكل كافي كان الاهلي برضو ممكن يعمل سكور مبارح اكيد طبعا بصوا فيه حاجتين مهمين جدا بالنسبة لي من فرجتي على المباراة احنا افتقدناهم طبعا اول حاجة غياب ديانج غياب ديانج ده كانت حاجة مهمة جدا ومن اللعيبة اللي ليها بصمة وبتقدر تنقلك الكرة من ناحية الدفاعية للنواحي الهجومية بشكل سريع جدا بيقدر تحكم في رتم المباراة والعيب بتعمل له حساب غياب ديانج اثر بشكل كبير جدا في نص الملعب الحاجة التانية جهاد حمدي فتحي وخروجه اثر بشكل سلبي على خط نص النادي الاهلي مبارح ادى افضلية شوية في استحواز نادي الزمالك شوت تاني اخر خمس داية عشر داية في شوت الاول مع ممكن نص ساعة مشوت تاني فطبعا خروج حمدي فتحي اثر بشكل كبير جدا احنا عرفين حمدي فتحي اللعيب مهم جدا من اكتر اللعيب اللي بتستخلص كورة في نادي الاهلي في نص الملعب مع اجهاد السلية فاصبح عندك خلل شوية في نص الملعب دا يدى استحواز نادي الزمالك وخلاه انه هو يحرز الهدف الاول والهدف التاني طبعا دايما قلت لك ان احنا ان انت متعزز سجون الاولاني بتاني وتالت دا كان النتيجة السلبية لان ان انت يخش فيك هدف وتاني من اكتر حد بتشوفه عند القدرة على اسمه اثنين وتالتة مش لازم ترتيب يعني عندنا دايما فكرة انه نقل الكرة بسرعة من حالة الدفاع لحالة الهجوم دا في الكرة في مصر عموما وفي الاهلي في الفترة الأخيرة بس اثناء بعد المتشاط حس بقى فيها صعوبة التمرينات اللي بالعرض كتير التمرينات التمرينات اللي للورا كتير على العكس منه الكرة محتاجينها دايما انت بتطلع لقدام بسرعة عشان الفريق التاني ملحاش يتمركز عشان بيبقاش فيه ضغط شديد او عنيف على لعيبتك مين افضل تلاتة بيعملوا ده بسرعة من وجهة نظرك في نص الملعب اه في نص الملعب ديانج والسولاي وحمد فاتحي ديانج والسولاي اه طبعا يعني هما التلاتة اقوى خط وسط المستوى الافريكي كله التلاتة ما شاء الله وكون انت يبقى عندك وكان معهم اكرم توفيق كانت عندك اكتر اربع ديفندرات في في النادي الاهلي او في مصر او في افريكيا اه لعيبها عالية جدا بدنيا فنيا اه كخبرات اه وكانت تحسب لمستر موسيماني انه هو قدر يستغل الاربع بتواجدهم في الملعب بتوظيف اكرم بكريت وان انت تلعب في ماتشات معينة بحمدي والسولية وديانج وده شفناه في اكتر من مباراة كان مد الافضلية كتير لنادي الاهلي مطش الغزلة شايفه ازاي مطش صعب مطش بص انا بس في حاجة في الاول كنت عايز اقولك عليها كان في تغيير امبارح لو كانت تمت كان النادي الاهلي ممكن كان كابتن سامي قمصان جاب ربيعة في نص الملعب في نص الملعب جنب السولية ودخل محمد هاني جنب ياسر إبراهيم وكان نزل كريم فؤاد بكريت كان الشكل هيتغير وتقدر مسيطر على نص الملعب زي ما انت ده متولي كان عامل جيم بس متولي لعيب كويس جدا ولعيب محترم وكون اي لعيب موجود في نادي الاهلي يبقى لعيب كبير لكن نتكلم على عدم مشاركته الفترة الأخيرة ورجوعه من إصابة في مباراة كبيرة زي زمالك محتاجة ضغطه صالح بمطش وعمل جيم تمام خاد جزء من المباراة وقدى بشكل كويس بس تعرف مباراة كبيرة فيها جاري كتير وفيها الاتحامات كتير وفيها استخلاص كورة وضغط كتير فالتغييرة دي لو كانت حصلت كانت هتفرق كتير قوي مع نادي الاهلي كنا نتكلم مطش الغازل مطش الغازل طبعا خلينا نكون متفكيرين أن كل مباراة الدوري صعبة كل الفرق بتكسب وكل الفرق بتخسر دا أنت عندك كمان مع معاعة الهبوط يعني البادية بدري شوية طبعا فالنهاردة الحرب على النقطة هتبقى أصعب بكتر جدا من البداية اللوس كل فرق عايزة تكسب بالتلاتة بنت وده حتى مشروع النهاردة نقطة واحدة تغير مركزك بتغير المركز طبعا وثلاثة بنت بيغيره من الـ 12 للسابع ما فيش شك مباراة الغازل المباراة صعبة طب قبل ما ادخل في تفاصيل الغازل عشان عنديك فرصة تقني رؤيتك لها لأن في حاجات من يعني من من مطش مبارح توابع مطش القمة هتأثر عليك في مباراة غازل محلة بس خلينا ندخل في تفاصيل أو نسمع ردك على السؤال بعد ما نروح لفاصل أهلا بيكم مرة تانية وقبل ما أقفل ملف مباراة القمة لازم أسأل كابتن محمود مين أكتر لعيبة تألقت من وجهة نظرك في مطش مبارح من الأهل بصراحة من اللعيبة اللي أنا شفتها مبارح وعجبوني جدا هو رامي ربيعة وليه أسبابه رامي ربيعة كون أن أنت مدير فني ما يبقاش محتاجة ومش عايز يعتمد عليك وطلب أن أنت تطلع أكتر من مرتين وانت رفضت وتمسكت أن أنت كون متواجد في نادي الأهلي أن أنت من أحد أبناء نادي الأهلي فدي حاجة تحصى بلورامي إصراره وعزمته نواب يتمرن وقعد ومستني الفرصة أول ما يجيله الفرصة يظهر بالمظهر ده فدي حاجة تحصى بلورامي أنا بحييه على أداء مبارح وأداءه في المباراتين اللي فاتوا قابليهم في كاس مصر وفي أسترون كامبني العيب من اللعيب مبارح كانت رجالة كان بيضغط كويس جدا أخطاءه كانت قول عيلة جدا ما كانش في ميز باص الكرة بتطلع منه سليمة ما كانش فيه فولات كتير عليه فمن اللعيب مبارح اللي فعلا بحييها على أداءه مع عودة بنون عبد المنعم طبعا هتبقى المنافس قوية جدا ودي في الأول وفي الأخر رشح رامي للاستمرار كأساسي ولا أصرف أنه ممكن يواجه مشكلة شوية بص المشكلة في النادي الأهلي أنه عنده كسرة إصابات كبيرة جدا أنت بتيجي أوقات بتلاقي بالستة وسبعة وتسعة لعيبة مصابين وأكتر الخطوط اللي بيها فيها إصابة هي خط الدفاع أنت عندك من أقوى خطوط الدفاع على مستوى الأفريكي أنت عندك بدر بنون أيمن أشرف ياسر إبراهيم رامي ربيعة بس أرقامك بطول غير كده يعني على مستوى الفردي اللي عيبة كلها الحقيقة يعني كلهم نجوم تحتار دايما تحتار طبعا بس أرقام الأهلي مع موسيماني ودي واحدة كانت من الحاجات اللي بيأخذها الجمهور على مستر موسيماني هلا كنا هجوميا قوية جدا لكن دفاعين كنا يعني الأهلي عمره ما كان هاش دفاعيا غير في الفترة الأهداف اللي استقبلتها شبك حراس مرمى نادي الأهلي في الفترة تحت موسيماني كانت كبيرة جدا دايما التغيير كتير في خط الدفاع في الأربعة اللي وراء هو اللي بيأدل كده بس انت غصب عنك لما فيه إصابات يعني كنا الأول متعودين فترة طويلة كان بدر بنون وأيمن أشرف وقبل بدر كان ياسر وأيمن أشرف في الفترة دي كان فعلا عادل أهداف قليل جدا في نادي الأهلي فلما حصل إصابات دخل ياسر إبراهيم شوية مع أيمن أشرف بعد كده رومي ربيع وهاني لعب كده فالتغيير كتير في الخط ده بيأدي لكده لكنها في الأول في الأخر بترجع على وجهة نظر المدير فني بتشوف كيمية مين ماشي جنب مين لو ستة فايقين تختار مين بص هو في الأول انت بتحتاج واحد لعيب كرة يبدأ الهجمة أكتر حد فيه عنده كرة والعيب يكون قوي سريع ويعرف استخدار كرة بسرعة هو أكتر لعيب بعمده كرة في خط دفاع وبدر بنون وطبعا يعني بقوله حمد الله على السلام بعد غيابه الفترة الطويلة بشوف أن بدر بنون هو رقم واحد لأن من اللعيب اللي بتبدأ هجمة كويس جدا رقم اتنين دي هتبقى محترف فيها كتير جدا انت عندك عبد المنع مياسر إبراهيم ورام ربيع وإيمان أشرف والأربعة كويسين جدا شايفهم على لفل على لفل واحد فانت بتشوف في ساعة طبعا كمدير فني حالة اللعيب في التمرين بناء عليه بتقدر تقيم مين اللي يكون متوائد لكن بصراحة الاربعة مع بدر بنون الخامس الخامسة بصراحة كويسين جدا اللي يحسب لسامي أمصان اللي تولى هو تولى المسئولية في أوقات أو في مناسبات مختلفة قبل كده بس بتهالي انه تولى المسئولية بعد رحيل مستر مسماني في التوئيد ده إلى حد ما مختلف إيه اللي اختلف في كورة الأهلي مع سامي أمصان في الثلاث أربع مطشات لحسبنا المطش الودي يعني اللي اتلعب في الأربع مطشات الأخير طبعا أولا كابتن سامي أمصان يعني أنا بصراحة من ناس اللي بحبها جدا وامتابعوا من فترة كبيرة جدا لما كان مسك حرص حدود مدير فني وصعادهم دوري ممتاز تحسب لإدارة نادي الأهلي ومجلس إدارة مطشات التلاتة اللي فاتوا والاتنين اللي جايين إنه يدير الفريق لأنه من أكتر الناس اللي عنده خلفية وعنده خبرات إنه يكون متواجد مع الفرق يحسب لكابتن سامي المطشات اللي فاتت طبعا عند ثقاف نفسه كبيرة جدا اللعيبة عندها ثقاف كابتن سامي أمصان وده اللي أنا شفته في عينيهم في المباراتين اللي فاتوا سواء في كاس مصر فريق مصر السلوم أو أستران كامبني أنا شفت أكلمك بصراحة يعني في بعض اللي هي بتحس إن القيود اتفكت من بعد رحيل مستر موسيوماني في بعض اللعيبة أداءها اختلف شوية بعد رحيل مستر موسيوماني تحسب لكابتن سامي توجده إنه يدي محمد محمود ويدي حسام حسن في مبارات مصر السلوم من حاجات اللي لفتت نظري إن حسام حسن ما كانش موفق خالص ولما جاي يعمل تغيير كابتن سامي رح مخرج شريف اللي هو كان كويس ويساب حسام حسن فالمدير الفني بيبدأ دائما حاس باللعيب حاسس بالضغوطات اللي عليه وأنه هو فقد الثقة فإن أنا سيبك وديك التسعين ديئة فدي حاجة تحسب له جدا نزول محمد محمود ووليد سليمان ومتولي وكوكة في نص الملعب وأنك تدي اللعيبة دي جزء كبير جدا مباراة دي ثقة كبيرة جدا فيك في لعيبتك واللعيب ذات نفسه بيبقى مبسوط جدا في سكة المدير الفني دي الحسابات اللي الجمهور ما بيفهمهاش إحنا كلاعيبة كورة أنا بحسها لكن اللعيبة دي لغة أو حوار بيحصل بين المدير الفني وبين اللعيب محدش قري ومحدش فهم طبعا ممكن الجمهور في مداريات كلها هيبقى شايف أنه اللعيب ده هو اللي لازم يخرج وينزل مكان وكذا ووجهة نظر المدير الفني يبقى لها حسابات تانية طبعا العمل الشاكل ده هو كابتن سامي أمسان تحساب له وسكة اللعيبة فيه وسكته في اللعيبة اللي هو نزلها وإديها الفرصة وإديها المساحة يحساب له أنك بتدير مباراة كمة كبيرة جدا ومباراة مهمة جدا للنادي الأهلي وبرضو على مدار التسعين خمسة وتسعين دقيقة أنك تقدر بيسيطر برضو على الجيم لحد ما آه في فترات معينة بس بتطلع برضو بنتيجة أنت مش خسران أنت كنت ماشي في شكل كويس جدا لكن طبعا نتيجة أنا بقول نتيجة عادلة للفرقتين لنادي الأهلي ونادي الزمالك هي نتيجة عادلة التعادل فطبعا أنا بتمنى للتوفيق الفترة اللي جاية في المباراة الصعبة اللي جاية طبعا سواء مباراة المحلة أو بيرامز لكن أنا شايف أنه طبعا قدها وكيادة فنية هيلة لي يعني أكلمك على المنافسة شوية تماما فشان الموسم ده بفارق كبير جدا كورة وأرقام عن كل الفرق الدولي ومرة واحدة حصل دروب وابتدى كده يعني شوية نزيف من النقاط فكرنا شوية وفكر الجمهور باللي حصل السنة اللي فاتت وقدى لضياع فالناس محتاجة تطمن انه السيناريو ده مش هتكرر تاني وخصوصا انه الموسم ده انت قدمت كورة وقدمت مستوىات قوية جدا ازاي تلم أوراقك بسرعة وخصوصا انه زي ما احنا قلنا من شوية في عندك اجهاد في عندك غيابات واصابات في عندك ضغط مطشاط بالتالي كل الظروف اللي اصرت عليك سلبا السنة فاتت غالبا ما اكملها معاك السيزن ده كمان يا كابتال محمود طبعا انا بتمنى ان السيناريو اللي حصل السيزن اللي فات ما يحصرش السنة دي لان زي محرك قلت النقطة التفريط فيها هيبقى صعبة جدا احنا شفنا الدورة الانجليزي خلص على اتنين بونطة او بونط ما بين الستي وليفربول فالبونطة هي فرقة ممكن تلاقي فرقة واخد الدولة متواقع ان المنافسة يعني السنة دي اللي احنا وقفين فيه دلوقتي الدنيا قريبة قوي بين اهلي وبرمز سبعة حانية تعتمشات متأجلة يريحونا شوية لو كسبنا التسع بونط بتوحهم لكن شايف المنافسة هتستمر كده لغاية اخر الموسط المنافسة هتفضل لاخر اسبوع لاننا اللي انا شايفه والسيناريو اللي ماشي ان النادي الاهلي ونادي الزمالك وبرمز كله بيهادي بعض انت بتيجي كله بيهادي بعض يعني انت مثل نتيجة مبارح مبارح كما هدية البرمز يجي برمز يخسر مبارح دي النادي الاهلي والزمالك يجي الزمالك يتعادل او يخسر هدية للنادي الاهلي وبرمز فطبعا وتلاقي الارقام في الجدول كنقط لا كله قريب من بعض طبعا نادي الاهلي وربنا أكرم إن شاء الله وكسبنا التلاتة بونت التلات مباراة اللي فضلين ومؤجلين تسعة بونت بتفرق بخمسة بونت عن المنافس لتحتيك فبتمنى لنادي الأهلي ما يفرطش بونت لأن الماتشات اللي جاية كلها صعبة وزي ما احنا بنتفرج ونشوف كل فرقة بتيجي قدام نادي الأهلي بالذات التكتل دفاعي غير عادي مباراة بنك الأهلي مباراة طلاقة الجيش شفناهم انت مش عارف تختاركهم مش عارف تشوف حلول إنك تقدر تكسب مباراة فنفس اللي يحصل في مباراة المحلة وغيره وغيره التكتل الدفاع يبقى ضغط كبير جدا عن نادي الأهلي لازم يبقى فيه حلول طبعا دي كتنسان أم صانا وجازل معاون بتمنى إنهم الفترة اللي جاية يبقى عامل حسابه في الفرق اللي هتقابلك ويبقى فيها تكتل دفاعي كبير جدا يبقى عندي فيها اختراقات من العمكة يبقى نوع في النواحي الهجومية وإنهاء الهجمة ده بشكل ده مهم جدا إن لازم يبقى أنا أكلامي مع اللعيبة إن الكرة اللي هتجي لك دي ممكن الهجم اللي هتجي لك دي ممكن مجيش تاني لازم أستغلها على قد مقدر في وقت من الواحيات ده بيعمل نتيجة يعني عكسية أكيد فكرة إنك إنت تبقى مضغوط ومش عايز تفرط في أي فرصة أو الضغط ده تعرف فيه لعيبة كرة ما بتلعب بدون ضغط أو بدون توتر بتطلع أفضل ما عندها تدخل عليها شوية توتر أو عصبية تلاقي إنه ما تستناش منه حاجة الممكن ده يعمل نتيجة عكسية من وجهة نظرك أو يعني لا لا ما ظنش في النادي الأهلي لا ممكن في أي فرقة تانية يعمل نتيجة عكسية اللود والضغط على اللعيبة سواء من الجمهور بسأني بشوف إنه مش هذكر أسماء بشوف إنه في أوقات كتير ضغط الجمهور اللي بيبقى منطقي يعني أنا في النهاية برضو واحد منكم فبالتالي بضغط وبدايق وبقول إنه اللعيب ده لأ يعد شوية محتاج يعد بره على الدكة مشتازم يبدأ أساسي أو اللعيب ده مستوى مطرق كلام ده كلنا بنقوله بس في النهاية بحس إنه الضغط الكبير ده من قاعدة جمهورية عريضة زي جمهورية دي أهلي بيأثر إلى حد ما على نفسية اللعيب بيأثر على كوريتهم في المعنى مش على كل اللعيبة يعني ممكن يأثر على اللعيبة معينة ولعيبة طبعا خلينا نكون متفكين إنه إنت في لعيبة بقالها عشرة سنين هي مش شفيتش جمهور في المدرجات فكون إنه إنت بتشوف جمهور مرة واحدة بالشكل دوت زي مباراة الوداد هناك في نهاية أفريقيا في لعيبة ممكن تتخض فأنا بشوف الجمهور دي حاجة إجابية للعيب وحاجة إجابية جدا على الخصم الخصم بيشوف شكل جمهور النادي الأهلي بيتخض ضغط على الخصم وضغط على الحكم لكن ناحية إجابية لك إنت كفريق إن جمهورك بيشجعك من أول ديها لآخر ديها فالمفهون بيديك باور غير عادي لكن هي مش حاجة سلبية خالص على اللعيبة لكن ممكن بعض اللعيبة ممكن بقاش عندي ثقة في نفسي أو شخصيتي دي ممكن تأثر عليه شوية إيه التغيير المستنين من كابتل سامي قمصان في مطش المحلة سواء في الخطة سواء في التاكتك وتنفيذ الوجبات سواء في الأسماء اللي هتبتدي المباراة بس هو فيه ثلاث حاجات بس مهمين جدا أول عامل الأساسي هي النواحي النفسية أن أنا كمدير فني أشتغل على العامل النفسي ひالendar كان فيه ميتين كده كان يجتمع مع اللعيبة قبل دي حاجة مهمة جدا العامل النفسي من خلال المدير الفني اللي لعيبته دي حاجة مهمة جدا أتكلم كتير لازم أخرج لعيبتي من المباراة اللي فيتت لأن اللي جاي أهم واللي جاي أصعب العامل النفسي ده مهم جدا الحاجة الثانية الشكل التكتيكي والأداء والشكل أو اللعبة المتواجدة والطريقة اللي بلعب بها كابتن سامي هي دي أنسب طريقة للنادي الأهلي 4-2-3-1 أنت بتفرد نادي الأهلي طول عمره بيفرد اسلوب لعبه على أي حد أن أنا أبتمنى أن النادي الأهلي مغارش طريقة لي في مواجهة أمصان فريرا مبارح مين تفوق؟ بصرف نظر عن نتيجة المواجهة لكن فنياً مين تفوق؟ في النادي الأهلي طبعاً الناس كلها كانت شايفة نادي الأهلي كان فرد اسلوب لعبه بـ 4-2-3-1 على نادي الزمالك رغم نادي الزمالك كان بلعب بطريقة مختلفة ففرد اسلوب وكابتن سامي على نادي الزمالك لأن هذا الطبيعي بتاع نادي الأهلي هو بيفرد اسلوب لعبه على أي حد الحاجة الثالثة بعد العمل النفسي يعني يحسب لأمصان أنه برح أنا بتعلي أي مدير فني في الدنيا يتوالى مسؤولية في التوقيت ده ويكون عنده تاني مطش على طول زمالك في الدوري صعبة طبعاً بتبقى صعبة جد بطاقة صعبة وفردة وخلينا نتفق أن فردة برضو من مدربين التقال طبعاً طبعاً وعمل تغييرات مبارح وممكن يكون جمهورنا الزمالك اللومو عليها بخروج زيزو بن شرقي لكن هو الراجل ليه رؤية تانية وفي الآخر هو خلص تعادل فتحسب له طبعاً بعد العمل النفسي وبعد الشكل التكتيكي والأداء الحاجة الثالثة المهمة جداً لازم أن الأهلي يشتغلها في الفترة الجاية هي إنهاء الهجمات الجمهور بيزعل من أنت بتروح كتير وبتضيع وفي الآخر بتبقى النتيجة سلبية فإنهاء الهجمات دي لازم في شغل معين أكيد هو طبعاً كابسامي بيشتغل وقابليه كان مستر موسيماني بيشتغل مع المهاجمين بنت عندك أكتر من 10-11 لعيب في الجزء اللي قدام لازم ناس دي بقى ليها شغل مختلف خالص في إنهاء الهجمات أفضل تركيبة هجومية من وجهة نظرك تلعب بيها مطش المحل هو طبعاً نفس الشكل شريف طبعاً وعبدالقادر وأفشة وحسين الشحات هي دي أفضل تركيبة تلعب بيها دي البداية مع عودة صلاح محصن الفترة الجاية أنه هو لو رجع لمستوى هتبقى محتاج أنك تلعب بصلاح محصن وعبدالقادر وأفشة وصلاح ده مظلوم على فكرة دي يعني دايماً لما بتحتاجه بتلاقيه لعيب صغير ولعيب سريع ولعيب هداف أنا نفسي أنه هو يرجع لفرموته الطبيعية لأنه أنت هيبقى الشكل هيختلف لما يلعب صلاح محصن وعبدالقادر وأفشة ومعهم شريف هيبقى الشكل مختلف على كل أحوال نتمنى إن شاء الله يعني يكون بداية انطلاقة وعودة مرة تانية عايزين نسترجع الصدارة بدري بدري عايزين وأعتقد أنه دايماً طول ما الفريق في صدارة جدول الترتيب بيبقى إلى حد ما مفيش نوع من أنواع الضغط أو أنك أنت بتحاول تراحق أو تعود أو إلى آخره وده يساعدنا إن شاء الله أفتح لقب أعتقد أن جمهي النادي الأهلي مش هتستغنى عنه أو تتنزل عنه نفعش النادي الأهلي خسر اثنين دور وربعات صحيح باشكر حقيقة شكراً جزيلاً كابنة حمود شرفتنا ونورتنا ومرة تانية رسلتي للجمهور من حقك تزعل ومن حقك تنتقد بس أرجوك يعني ما تنساش إنه الناس دي لعيبة دي الجيل ده فرحنا كتير جداً وما تنساش إنه الحقيقة فيه زروف كتير جداً ممكن تكون ضدهم أو ماشي عكسهم فممكن نلومهم وممكن نزعل منهم لكن أبداً مش ممكن نتباحهم مطشوا خلص تعادوا الفاهم تماماً إنه مش مرضي الجماهي النادي الأهلي لكن إن شاء الله بإذن الله الجايات أكتر وأفضل من الراحات نورتنا على كابنة حمود ومرة تانية شرف لينا دايما وجودك معنا نستمتع بيك دايماً وباشكر طبعاً حضراتكم على متابعة حلقة النهاردة وعلى كل خير دايماً نتابل بكرة على شاشة الأهلي دايماً في السادسة